كما أكد رئيس أسيسي في كلمته سعي قيادة كوليم مصر والصين إلى الارتقاء بالعلاقة الاستراتيجية الشاملة نحو أفاق أرحب مشيرا إلى أن أزمة كورونا قد أثبتت أن التعاون فيما بين الدول هو ضمان استقرار وسلامة المجتمع الدولي وقد أثبتت أزمة جائحة كورونا أن التعاون فيما بين الدول والقدرة على تحقيق التكامل والانسجام على مختلف المستويات هي عوامل مهمة لضمان استقرار وسلامة المجتمع الدولي ويتعين بزل كافة الجهود من أجل العمل على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة ودعم الإمكانات الوطنية في مواجهة التحديات الدولية وأشيد هنا بالدور الإيجابي المتواصل الذي تقوم به الحكومة الصينية إذا دعم القدرات المصرية في مواجهة تداعيات انتشار الجائحة ترجمة نانسي قنقر